اشتركوا في القناة في كثير من المنتجات يعني مثلا انت بدك تعمل صناعة معينة يمكن منتجها او موادها مواد الاولية قد تكون من الخارج فبالتالي لا يمكن ان تعود كما كانت سابقا هذا شيء مهم جدا يعني هناك مثلا الناس صناعيين يستوردوا من ايطاليا والناس يستوردوا من الصين واخرين من المانيا فبالتالي الامور ليست ميسردة حركة الطيران حركة البحار يعني كل حركة النقل البري ليست على ما يرامو بين هنا يعني يمكن ان تتعطل وهنا يجب ان نبدأ بشيء اخر يجب ان نمكن الصناعة المحلية يجب ان نوسع قواعد الزراع نحن في الاتحاد البرلمان العربي خاطبنا جميع دول الجوار العرب يعني اللي موجودين لماذا لم يكن هناك تكافل اقتصادي لماذا يعني اليوم العراق قد يكون بحاجة الى بيض المائدة وهنا موجود بغزارة لماذا لا يذهب من الاردن الى العراق هذا الفائض وكذلك قد تكون البطاطا متأسرة في لبنان لماذا لا تأتي الى سوريا والعكس ذلك لماذا لا تأتي حمضيات لبنان الى الاردن والفائض من خضروات الاردن تذهب الى سوريا والى فلسطين اذا كنا نرغب بان نكون يعني محاصرين للمرض اليوم يعني الكثير من المعالجات التي نقوم بها هي نتيجة للحدود وبالتالي يجب اذا الهم مشترك ما بيننا وما بين الحدود الحدود مع الدول المجاورة فهذه الدول المجاورة يجب ان يكون هناك برنامج مشترك لعملية التقصي ومن ثم متابعة والمعالجة بس انت بتقول بدنا اربعة شهر ممكن لحتى نرجع لطبيعة مرة شهر ضاير ثلاث يعني اتصور انا هي اليوم الحمد لله بدأت يعني عندما نتحدث عن الجنوب بانه بدأ يتدرج بعملية فتح جميع المنشآت وجميع الصناعات هذا شيء يعني مفرح وان شاء الله يتتبع محافظات المملكة اتباعا يعني ايضا في محافظات قبل كورونا بدها فترة يعني اتصور ويجب ان نتخلص من بعض العادات اللي كانت معنا يعني هي فرصة لاعادة البرمجة من جديد انا مع انه اليوم ندخل على سوق نظيف جدا يجب ان ندرس عملية الفوترة للضريبة يعني يجب ان يكون هناك جهات اخرى تعمل بالخفاء حتى نخرج ببرامج كاملة اليوم يعني خرجنا من مأساة تعطيل المدارس الى التعليم عن بعد وهذا يعني ميزة تسجل للحكومة وبالتالي بتوجيهة جلالة الملك هذا كله شيء يعني سيكون محمود للاردن في الفترة اذا بنين عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة